اشتركوا في القناة مرحبا اشتركوا في القناة مشي شغل ترابي دخل بماتش نبلا متعلي بها الوطنية تحس تعليق متع ماتش بصراحة هو يعطي صحة مساء تسمع تعليق تخل ماتش من موجوتي رفقي منحص المعالقين ما شاء الله شتوك يا كالا هلوند هلوند باي عنا بفشة مراضية في الحسن تعنا اليوم بداية باش تكون اكيد مع ترجل تونسي والموضوع عامتع المدرب الجديد للفريق مفروض باش تكون معنا من السعودية زميننا وصديقنا السحباني عنده وكفة معلومات على المدرب هذا خاصة كان في السعودية ما تجربة عمناه المعطائي كيف زادا والأهلي ايضا والهلال يظهر يصلبها للفينال كنا باش ناخذوا شوية انتباعات اللي خليهم غالي لكن مناش تحصلوا عليه الاسباب التقنية ان شاء الله نحاولوا من هنا الاخر الحصة والألف مناسبات قاط ما يكونوا معنا لكن نوجهوله تحية ونبدأ معك أنت يثابت المدرب هذا يبدو أنه عندك بعض الأحصائيات عليه طريقة اللعب متاعه والتفكير وهل هو مدرب الأنسب لتراجع اليوم؟ خلينا قبل كل شي المدرب جاي من مدرسة رومانية ونعرف المدرسة الرومانية بحكم تقارب اللغة متأثرة برشا بالمدرسة الإيطالية المدرب يعتمد الخطة متاعه في الكاريير متاعه اعتمد أكثر على خطة 4-2-3-1 منكم الخطة هذي بش تناس بالتراجع الرياضي التونسي فيه أنا تراجع عنده الـ 2-PIVو الـ 3-PIVو اللي نعرفوهم ما لديه مواصفات متاعه بالرقم 10 لا لا 4-2-3-1 نحكي على الـ 2-PIVو قدام اللين دفنسي اوكي لذلك عمدوا اللي شواء بين العيب وبين التقاء وبين أقبلوا وأهولوا لذلك اللي شواء بالنسبة للاربعة الزوز اللي عبين اللي نجم يعتمدهم يعني يلعبهم في السيستم هذا بالنسبة للتراجع الي شواء موجودين لذلك حسب رأي الخطة هذي تنجم تتماشى مع المدرب ونجم ينجح بها مع التراجع رادي تونس خاصة كيف وانه كردوزو اعتمد للخطة هذي الموسم الفارت بنسبة نجاح أقل كردوزو كان فيما مشكلة كبيرة بالنسبة لكردوزو واللي ما نجمش يحسنه بالنسبة للتراجع رادي تونس كردوزو اعتمد 4-3-1 اعتمد في في أغلب مقابلين 4-3-3 يلعب كردوزو عمناول في الموسم اللي فارت اعتمد بعض المباريات على خطة 4-2-3-1 لجاه هذا اللي كان يلوموا عليه انه ملعبش بسانع ألعاب في تراجع ديما عنده خطة وحيدة اللي هي ثلاثة ملعبية فلوس ديما يعتمد عليهم اي لكن شوف صانع ألعاب مهوش مرتبط بالنوعية الخطة التكتيكية طيب نجم تلعب بسانع ألعاب لكن يتيح قدام الين ديفونسيف ويعرف كيفاش يخرج بالكورة كردوزو جاء اساسا للتراجع رادي تونسي خاطر تراجع كانت عندها مشكلة كبيرة كل سواء مع معين نوعا ما ومبعد مع طرق ثابت في كيفية الخروج بالكورة ومبعد وقت لي جاء كردوزو جاء معها أهولو لكن أهولو وقتها حسب رأينا حتى كان عندي تصريح سابق نشوفوا انه أهولو ما كانش اللاعب المناسب بش ينجح الخطة هذي وبيان بش تراجع يعني تتعدى الاشكالية متاع الخروج بالكورة من اليدوزاكسيو حتى يعني تفوت خط الضغط الاول متاع المنافسين حسب رأينا التمركز متاع اليدوزاكسيو متاع اليدوزاريير هو المكانش موظف كومي الفوفة تراجع رادي تونسي ما كانش تستحق أصلا وانها تاخو في المواصفات متاع أهولو بتاتر الريليير وانها تراجع كان ينجي معاهم خير التاراجع رجوعا للمدرب بعد تجربة في رومانيا كانت تعدد تجربة في البطولة السعودية وقت نشوفوا اللحصيات نشوفوا ان المدرب يعني يقبل برشة أهداف وممتان يساجل الأهداف لذلك هناك مشكلة متاع ايكيليبر بالنسبة للسيستام ومتاعه هذا ينجم يقلق شوية التاراجع إذا كانوا عندهم مشكلة يعني في توظيف اللاعبين متاعه والسيستام متاعه يكون فيه ايكيليبر لذلك هناك مشكلة للتاراجع رجوعا ديما للأرقام والستاتيستيك اللي شيفناها بالنسبة للقبول الاهداف وكيف كيف بالنسبة للتجيل الاهداف كنت عنده كما كما ذكرت طارق كنت عنده كانوا صل النهائي مع الأهلي في الشامبيزليج أزياتيك حصل زادة حتى على ألقاب حصل معلوماتي عنده جي ستة عنده الألقاب مع مع الوحدة الاماراتي عنده لقب في الوحدة الاماراتي وعنده لقب في البطولة الرومانية الآن نقول لك تقريبا عنده تجربة في الريب الجين مع فريق باكو عمل فينال كاسر ريب الجينة فيه وثلاثة عشرين تقريبا تقريبا وعلى الألقاب لكن دي ما احنا تقريبا ركزه على الألقاب في البطولات العربية اللي هو تتماشى معنا لكن بش النسخة ثابت على قلت انتي اسكو هو السيستام متاعه اللي يلعب به الفرديات بتاع التراجي تتماشى مع السيستام متاعه بالفنيات انتاع اللاعبين الختر الاربع ثنين ثلاثة واحد اللي هو متعرف انتي عذاي على الورق لكن في وسط المبارات اللاعبين ينجم يقلبوا لك سيستام بالفرديات متاعه ايه توا خاصة انه صغير في الامر ايه هل شهي سيستام ثابت اروا في ارتيران ايه نعرف ان الاسيستام دي جاي كلهم فليكسيب خاصة انه توا صغير في الامر صغير في الامر عام تسعة واربعين سنة ومدرسة رومانية ومدرسة رومانية تأثر برشا بالمدرسة اليتالية بحكم حتى اللغة فهمت اقارب في اللغة وفهمت حتى تواصل بينه المدربين متاع الارومانيين ومدربين اليتاليين ديما فهمت تواصل وفهمت حتى الكونغري يعني في رومانيا وفي اتاليا وطوو نعرف ولي الصغير في الامر رضو ما ده 35 حتى الـ 50 عندهم في الفوتبول المدرسة متاع المدربين ها موجود عكس المدرسة القديمة بوتاتر نرجع ومهوش مربوط معين مربوط مربوط تشوف انتها في برشلون ولا في الريال الثلاثة اللي في الوسط يلزم يعرفوا يفكوا ويعرفوا يلعبوا لذلك ما عادش توكيف الكور المدير معناتها عندك زوز يفكوا ومارج يسير كاردوزو 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 تنحى بأزمة ترجع ما أقوى لكن طوي كاي احنا طوي نحكيه على جديد هذا المدرب أراه النجاح بالنسبة لينا نسبي تجيب مدرب كبير ولا تجيب مدرب صغير الإدارة الفنية متاع الترجي وسيحام دي المدب يعني يخذوا القرار في ناحية المدرب المدرب مش فقط عنده إشكاليات حسب رأي فنية إشكاليات تجاوز الأمور الفنية حسب المعطيات نعرف فينا والمدرب نعرفه بالكده نعرفه مقبل ما يجيه للترجي ونعرف اسطاف اللي خدمة معهم أصدقائي مقربين ونعرف اللي المدرب هذا وقت اللي في السكسي بعد السكسي كل سواء خاصة في الوقت اللي يربح بطوليات او اللي يربح مقابلات كبيرة ولو ما نربحش بالبطوليات بطوليات كان بطولة في مسير خليه مقابلات الكبيرة مقابلات الكبيرة ولا بطولة كيما البطولة التونسية هاي في رجوع قبل وحيتي مسير لذلك ما يتحكم بش فيهم والمدرب أنا نعرف هو عنده شوية مشاكل مع السكسي شوية شاكل مع المدربين اللي صارت له في الكارير ايه. كيفاش مع ستاف وديميخ الموما؟ لا لا استاف القديم ومش يذا اللي خدم معه. ها هذا جديد اللي هي. لا 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 مش جديد هذا المدرب. فابيو. فما واحد. ليه فابيو خدم معه في الاربع سنين اللي خرانين. حتى مدرب الحراس. وخدم معه في رويا. حتى مدرب الحراس كان اخدم معه في الهيله. ليه واسمنا ولا مدربة. ليه ليه نحكى الكردوز. نحكى الكردوز وعليش سبب بتخلي عليه. نتصور عنه سبب التخلي ما مش يعني اه لامور فانية. مشكورة برك. مشكورة برك. اه باي رفقي الاسم في حد ذاته مفاجئ كان ما 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 تداولوش وسائل الاعلان برشا سامي ادارت حتى نحن هنا تداولناها وكانت في معها مفاوضات لكن الاسم هذا بالذات لقريبا اه تفاجئنا ادارة التراجي على السرية الكبيرة لانه تقريبا حتى حد ما اذكر الاسم هذيه تم اسمه اللي وقع طرحه على تاولت هيئة التراجي ولكن اللي فاجئنا وانه الروماني هذيه اه يعتبر مفاجئ الاعلان عليه ولكن مفاجئنيش البروفيل واضح وانه التراجي خذيه وقته زادا نحن ادارة التراجي التراجيه زادا ثم منافات درسها خكينا على امير عبدو وانه اتقابل مع هيئة التراجي وثم امكانية تعقد معه ولكن ارتباطاته مع المنتخب الموريتاني خليت الامور ما تمشيش ولكن التراجي واضح انه اخذيه وقته عرفش نوع البروفيل اللي يساعده ديما نحكي نظريا راولي انه حقيقة الميدان حقيقة اخرى نحكي وتوى نظريا البروفيل اللي اختاروا التراجي حسب الاسداء وانه عملت اتصالاتي مع مدربين يعرفوهم ليح المدرب هذيه نحقيق الكلمة اللي ما نحبها شانا ما يمشيش بالمشروع مدرب يحب الفريق الجاهز حتى نحكيوه على مسيرة في عمور صغير كما قال خويا ذاكر انه اخذيه القاب لانه مدرب يحب الفريق الجاهز مدرب يحب الاسمال كبيرة في الفريق يقولوه انه المدرب هذيه يزمو شوية الوقت ولكن ديما الهدف في متاع الحصول الكامل الفريق اللي يدربهم كل كبير بالضبط لا البلدية العربية ولا فيه يبعطها شوية تائمة وش في الكبير مثلا نحكيوه على الهلال وعا الاهلي في الامارات الوحدة والوصل خدمة كبيرة زادة مع نادي الوحدة الاماراتي هو نجاح الكبير كان في الامارات اكثر من السعودية نجاح نسبي نوعا ما في السعودية المدرب هذيه ما نفهمش برشة في الامور الفنية ولكن واضح وانو التوجهه هجومي فكره هجومي زادة من المعلومات الاخرى يقولوك اذا كان المدرب هذيه قابل فريق او واجه فريق اقوى منه فانو يغير يلعب باللعب المباشر ديما الهدف مدعوه جلستمو هذة سؤالي انا كان معناه طو برشة يطلبوا باللعب الهجومي لكن اللعب الهجومي مش في كل مباراة هذيه من خسال المدرب هذيه انو يغير اذا كان بشي قابل فريق اقوى منه على ارضية الميداني غير الرسم التكتيكة هذيك ليش انا ما نمنش برشة انو الخطة المحبذة متاعه والله رفقي بش نسق معاك بش نسق معاك انا والله فلسفتي ما ما نحبيش كلمة كيمة على كردوزو مدرب ديفاع كان عنده الليلية او الكردوزو عبناو انه ليش اسمو يلعب الديفاع يجستمو السناء 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 توفرت له الليلية بش يكون يلعب هجوميه لكن ما نتصورش واحد مدرب من اللي يابط من اللي قرائته من الفكر بتاعه يقول بش يلعب الدفاع هعلا حسب الموجود الي عنده يتعام لانتك حسب مورينو ديفاعيو المش ديفاعي قرديولا ديفاعيو المش ديفاعيو قرديولا هجومي مورينو مدربين عندهم من الطابع مش يمتح أنهم نظرين مورينو من الماكبريات مكان ش عنده لكن لم يعرف في الشلسي مكان ش عنده مدرب ديفاعي وواهي الريسك والريسك تال تاللعب الهجومي هاننشوفو فيه ساعت السيتي تخسر فيه ما تشويد ساعت خام ولو الخاصف الذي يشعله سيتي ما نشعر خاصرة في سنين معه غفر ٤ ما جاءت أخيتي من السيتي؟ و القاعدة مشكلة كردوزو كردوزو في البطولة الوطنية في حقيقة وقتنا المقابلات لكل تأشير كانت معدل أزل قد 70 megap quarrel لكن المشكلة الكردوزو تذكرتها في 35 مرةён كردوزو في 35 متر الخير خلينا خلينا نقولو عندو ان تون دو جزايد تون دو جزايد اللي اللاعبين في البطولة وحتى المدربين يخذوه بالعين الاعتبار وصير في سعة للتمركز وصير الليكليبر بنسبة الفريق الخصم. دونك فك الوقت الضايع ذاك دونك عندي موفمون زايدين وكسو سواء في الكونتر ولا في الاتاك رابيد ولا ولا وقت اللي يبدوهم مسيطر على المنافس يبدوهم بلوكباء. دونك فما موفمون زايد يحب شي يدخل فا الانترئيرen وحب الموت thirteen وحب laversion دonك الطلب dei د 때 تاني vemو جو كيف. الموت最後isa تطلب دة تاني там dö new Jep ambqs سواء تلك اللعب هل يمر تلك الرخطان ومريفين الدونك هذه المشكل المفكل التكنيك بين nosجبالي بنسبة الكاردوزو كونو مال عبش برشاء كورن في انتباه تلك اللعب Seoul وقل إلاباف βو Long لا لا اللعب هل تحس السابق وقرجанов노 الهلوك persona سمعنا هاتس سمع نادي ورينة سمع الجحيم سمع تخيله كما تبقى ورينة المثال التعبير يمتلك ومع مختلف ومع مختلفة من أنه لم يكن المختلف المدرب هذا على حسب تحليل متاعك وعندك علي الموطريات قلت كما يمركي برشا ويقبل برشا لازم يعمل حسابات وزيدها في المباريات للأفريقية في الأدوار المتقدمة بعد اللي بول صحيح يجب يختم برشا على الكيليبر المدرب جديد في الملخص طول اللي حكيناها الكل هل هو رجل المناسب اليوم بشي رجع الكلمة سمعناها برشا في البرشا في البرشاة لقد يانت على التراجي هذه التراجي ما شوف كالمكان حاجة الجمعيات الكبارة ظهما ما هيش مشكلتها راو في المدرب ولا في الادارة كتلك قبل راه تعمل جمعية تعمل جيب جوارات وبعض دي كايش يجي المدرب هو اللي يمشي في الاستراتيجي متاع الفريق الاستراتيجي متاع الفريق هما يلعبوا دي مع الالقابة يلعبوا دي مع الترويت جايبين مدرب شوف كيوصل بالهلال تعرف النجوم اللي في الهلال ولا يوصل بهم للفنال ويعرف يتعامل مع دي ستار ويعرف يجيري ليكيبهم متاعوا يُ schön نصق مك الفين40 عالفون ويربعطاشь اقلوا دي ستار اي ما Condition لا لا bissال 24-13 مش موجود شكون? غميس مش موجود. clause 2014 م noodOT دين ما فاها دي ستار الا انا birematicer hablando العام في نغ 이쪽 operating معنيتها موج الهلال بتعتوه برجحة الوقتها الستار عديد مش name وواضح وواضح. فهمت. ما تعطيه صحة. لكن هو يعرف يتعامل مع جوارات كبار ويعرف كيفاش يخذهم. وناس كل تبدأ معانتها موتي في. وراه يشوف بالنسبة لي أنا المدرب هو حتى عشرين بالميان. نعطيه أنا عشرين بالميان من نسبة النجاح. لأنه النجاح يصنعوه اللاعبين. لأنه النجاح ثمانين بالميان كي أنت توفر له لاعبين ديكاليتي كي أنت توفر له لاعبين معانتها مستوى عالي كل يلعبوا كل يقعدوا على البنك كي تبدأ الإدارة من نظمة وهذا اللي موفرته التراجي رياض التونسي. لذلك راك مش تنجم تيمشي القدام. بالنسبة للمدرب أنا حسب رأييانا مدرب راه ينجم ينجح كيم ينجم يفشل. لذلك راه النجاح راه نسبي. اما انت تخب تقول لي تاوي كايا اسكو احنا مش نشوفه التراجي تولي الدوميني وتولي. في تونس اوكي راي مشي الدوميني. واضح باش نبدو بالكاليتيت جوار الموجودة أو الاموز مجمع شوفنش دوميني بارش السنة. شوف راو الفيدة في النيهائيات. طو انت تشوف لي تاوي جرجيس لولا قفص الاخرى باجا لولا مع كل الاحترامات الجمعيات الكل نعم لو احنا تعوي كايا من هنا لديسمبر. طو انشوفه الكلاس مو صحيح. باي فيك. صحيح اشتركوا في القناة 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 هو كيبدأ قاعد على البنك ما كانتش الماتيري الكبير يدور المدرب يقول له ثابت ولا يقول له طارق ما عاش نجم يزيد هو اللي يفهمه رفقي بالنسبة للبربراتور لازم يكون فكيه عنده الخبر اللازمة في الملعب وحتى في التمارين يكون فكيه تقول لي علم ساعات اهل يقوم الصباح بدني ما يجاوبش وصلت الفكرة رفقي شفنا لي سالة من كاردوزو طويل هذا هالي برشة لكن فمزو جمل شدوني فها برشة شاعرية ويعبر مليح ما شاء الله عليه قال لك نغمض عيني نسمع رادسة غانيكم للجمهور بتباع يحكي مشاعركم الافرح اللي تشاركناها نسمع على ترجية دولة ترجية لبريما نسمع كاردوزو هذا جملة ايضا جملة اخرى انا المدرب الاجنبي الوحيد في تاريخ النادي اللي يوصل للفينال تشمبيونزليك هذا ما شدني انا في الرسالة الطويلة متاعه والصورة اللي يرسمها كاردوزو اكدتلي وانو خالص على دير ميلا لا نجمي يكون غيركع في الامور كاردوز امور مالية معناها امور واضحة هو الحقيقة فهما جانب صحيح وانو تاريخيا هو اول مدرب اجنبي نجحها في الوصول مع التاريجي النهائي كاسربي طلبطال الافريقي وعنو نعرف نجحات التاريجي تاريخيا يعتبر انجاز رفقي نحكي كمدرب اجنبي يعنو نجحات التاريجي مدرب الوحيد يضيع نهائي مثال برشا ما اخذ عليه ولكن كنحكيو على مدرب اول مرة يدخل القارة الافريقية من بوابة التاريجي على الاقل نجحها في انو وصل بالتاريجي للدور النهائي حاجة اخرى نعود ناكد انو جمهور التاريجي كما جمهور النادي الافريقي الاجواء اللي يخلقها في المباريات واختلي يجي مدرب جديد باش تخلي اثر وهذا اللي صار واختلي نشوف الاجواء متاع جمهور التاريجي في رادس في تشامبينز ليك الحقيقة اجوية كبيرة برشا ودي مدعم اساسي للتاريجي الرياضي خل المدرب هذي ينبهر بالجمهور وعندو حق لانو تاريخيا حتى في مسيرته مدربش في رقم معناها فيه جماهير بالطريقة هذي اللي نحكيه على تجارة بقصيرة واضح وانو تأثر بالجمهور تجربة هون يعتبرها هو ناجحة ولكن ادارة التاريجي خيرت انو تعمل تجربة استفاد منه هذي حكينا فيه سبب ارجعنا حكينا عن نقطة هذي ولكن يعتبر نحقيقه في مسيرة المدرب هذي هو نجاح حتى كانوا نسبي ولكن مع اول فريق في القرى الافريقية يدربوا ياخذ بطوله وشونه حتى الفرحة الكبيرة متاعه عند التتويج بلقاب البطولة ويوصل الفينال تشامبينزيك يعتبر بالنسبة لي هو النجاح وانا الحقيقة نحقيه على التدوينة اللي عملها يعنو ساعات مدرب تنهيله تجربته ومعاش يتلفت لك هو على الاقل ثم تنهيله تجربته بالضبط قبل المشركة التاريخية في كاس العالم الأنف بلضبط لانو كانت له فرصة انو يبقى حول اي مدرب نتصر وهو اللي انجح زادا من بين الاجحات هو زادا اللي اهل التراجل اللي مشاركة في كاس العالم الأندية لحقيقة ساعات مدرب يعمل تجربة ولو تنهيله تجربته ما عاش يخزرلك جملة هو ما يحسب له هو انو تذكر جمهور التراجل جمهور التراجل زادا يستحق بالضبط حبيت نرجع بالله المور المعدل البدني جديد وانو واضح انو سابر البازيزي زادا يمكن بش يواصل نحكي على خبرة زادا سابر البازيزي زادا كان موجود مع برشا مدربين هنا نقطة مهمة انو تبكي على سابر البازيزي مع المعدل البدني جديد يصير عمل مشترك عمل جماعي ينجم زادا ينجح الفريق بدنيين هذي نقطة تحسب ليدارة التراجل زادا ما يحسب انو مع اخويا ذاكرا انو يبقى على اسكندر القصري بانو كوتش ولا هيد كوتش هذي مجرد تسمية في التراجل ما تسيرش الاشكاليات التسمية ما عندهم مش مشكلة لانها عندها هيكلة تمشي عليها وعند ناس منظمة وعندهم استراتيجية وعندهم ادارة قوية الاسماء راه ما تعني الهوش كان زاد عامية تفرير اكت هذه لا اذا كان على الصفحة الرسمية كتبه ويد كوتش سألوا جوية مشاكل اقبل بين مجدي تراوي ورازي الجعيدي واختها خلىواه مجدي تراوي مع رازي الجعيدي زاد اني قلت لك مش كيف كيف شو مش كيف كيف ما هو مش كيف كيف الطموحات شوف رابكي تبدأ من اللول ما هو مش كيف كيف ما اعطيتك الوضعية ما هيش كيف كيف سمعني كيف تقصد عليك؟ بالنسبة للطوفي الورغانيقرام متاع السطاف. نعطي كي قصونا بالإطاليا. في إطاليا فهمة كوتش فهمة أدجون والذات يسمون بديك كولابوراتور. فهمني؟ كم الأجدر يبقى هيد كوتش والاولوجات الأدجون والأدجون والذات يسمون بديك كولابوراتور. أما هيد كوتش وكوتش حسب رأيي أعطيت أكثر أقدر لشي اسكندر أعطيت محبوشي ستنقس ومونسكندر القصري في التسمي لأنه حتى في العمر هو الأكثر ستة وستين سنين وأكثر خبرة. من نرجع أنه مهم جدا أن مونسكندر القصري يبقى في الإطار الفني لأنه هو توقع عاد يشرف على التراجي عنده مباراة مستخبى القيبس مش يكون الثالثالية وإذا كان ينجح في التحقيق الانتصار فأنه في ثلاثة مباريات زوز الانتصارات والتعادل أكيد بش يكونوا عنده الإضافة يعرف الأجواء وحتى سمعنا وليد قرفيلا يحكي زيدا على عامل اللغة يعني مهم جدا في التواصل اسكندر القصري بش يكون لا يحضروا الأرضية يحضروا الأرضية وبش يكون المدرب محظوظي اللي جاء في الانتصار بش يسهلوا الأمور بش يسهلوا الأمور لأنه ليس سهل مدرب أول مرة يوصل القارة الأفريقية من بوابة التراجي وعنده مباراة مهمة نهار 26 نوفومر لأنه ليس سيبدأ بالمبارات كبيرة واضح أنه عمل كبير في تونس وليس في مالي نذكر أنه في ملعب رادس أول مباراة بش تكون المدربة بش تعرفوا قيمة قيمة العمل اللي بش يقوم بها اسكندر القصري وحسنا فعلت الإدارة بالإبقاء عليه في الاترى الفني الحقيقة نمشي وفاصل موزيكا وبعد نكامل بش نحكيه وبعد شوية أيضا على كاس العالم الاندي نحكيه على المنتخب وبرشة مواضيع تابعونا من طوى حتى نصف نهار أونس